جون كايروز خبير بيئة السلوكية الإنسانية معنا اليوم بفقرة علاقات للمشاكل اللي ممكن تصير بالعلاقات قبل أو بعد العلاقة إذا عم نترك ما منترك صباح الخير جون صباح نوت اليوم عنا موضوع هيكي لفتلنا نظرنا عليه وكنا عم نحضرنا عنه إياك جون اللي هو الإنجراف بعلاقة معينة ومثل ما كنا عم نحكي أنه الإنجراف بيبلش قبل حتى ما تبلش العلاقة أكيد شو هو الإنجراف بالعلاقة وكيف بتصير الأمور الإنجراف بالمبدأ هو بيبلش بالعقل بنوعية تفكيرنا لأنه نحن اليوم كأشخاص لازم ننتبه على القرارات اللي نخدها عاليطاً من ناحية الريلاشنشبس أو من ناحية حالنا في الريلاشنشب بينه وبين حالنا في الريلاشنشب بينه وبين الآخر بها الحالة نحن بس نبلش نفكر تعرفنا على بنت أو بنت عرفت على شاب عجبة بلش تقول وحست بشي معين أنه واو this is nice guy بحب يعني تعرف عليه أكدر بلشوا أصحابه يعطوه أفكار معينة سوسايتي طبع بتعطيه أفكار معينة سوشال ميديا يعطينا ستاندرد معينة اليوم كيف لازم يكون الريلاشنشبس كل هالأسس بتأثر على نوعية تفكيرنا وللأسف عم نصر للمطرح اليوم نشوف في ترند بالإنجراف بالتفكير يعني ما عم نقدر ناخد قرارات من دانا نصير نقول ايه أو لا أو ايه أو بركة وهالفكرة بتضلنا عم تلعب براسنا لوب ورا لوب ورا لوب وهي بتسبب مشاكل وبتسبب سترس للشخص بدون ما هني يعرفوا هاي فكرة واحدة إذا فكنا بالإنجراف على مستوى كتير أفكار من ناحية الحياة ومن ناحية الريلاشتبس تبعنا ومن ناحية الشخص الآخر حتى الإنجراف اللي هي بتصير بيننا والبارتنر تبعنا لأنه في أسس أمواضي يعني نحنا ما منحكي فيها لبعض أو منخاف نحكي فيها لبعض أو ما قلنا جليدة نتعاطى معها بالوقت الحالي لأنه كتير مشغولين بغير أسس منطنش ومنتركها كل ما منتركها كأنه نحنا حتينا أكل بهالبراد وهو شوي شوي بلش ينتزع تطلع ريحته أكساترا وعلى عنكم فكرة المعينة كتير مهم نقدر نعرف كيف نظهر من الإنجراف أو نستوعب أو ننتبه أنه نحنا عم نبلش ننجرف بنوعية التفكير ما هي المشكلة الكبيرة أنه نحنا ما مننتبه من شان هيك من ننجرف يعني منصير ماشين ويجو وذو فلو ويجو وذو فلو هي ببلش عمر كتير بكير هون الخطر خطر اليوم أنه الأشخاص هنه ببلشوا من عمر 13-14 الـ exposed to social media اليوم نشوف صورة for example شاب وبنت أخذوا عملوا تاتو مع بعض منشوف نسخة مننا جمعة الجي maybe 100 أو 200 أو 500 بوست كمان أشخاص عم يعملوا زيت الشي أو زيت الفكرة الـ creativity أو الـ uniqueness وان دس نفتش على شخص عنده فكرة معينة ما حدا بعد فكر فيها ما عم بتكون موجودة بقى عم بيصير فيه مثل أنه إذا نحن ما مش مع النور ومش ماشين مع society طبعنا مثل ما هلأ مبين بـ social media نحن ما عم نعنش حيات منيحة وهي هاي بتقوز against الـ internal decisions طبعا يعني هاي دي الاشياء المضرة فيها أكتر من الاشياء المفيدة قبل ما نتابع حديثنا جون بزاكي المشاهدين أنه ممكن يتصل فينا بأي وقت ويطرحوا أي سؤال إلو علاقة بالعلاقات الإنجراف بالعلاقة ولما الشخص ما بيعد قادر هو يتحكم بعلاقته بقراراته لا جون كايروز اللي موجود معنا اليوم على الهواء أوقات كمان العيلة مثل ما كنا عم نقول الأفكار المسبقة التربية اللي تربينا عليها وإلى آخره بخلونا نوصل لمحال مناخد قرار أو منفوت بعلاقة مع هالشريك اللي نحن مش مقتنعين مية بالمية فيه فكيف بدنا ننتبه على هالموضوع يعني كيف بدنا نعرف أنه هيدا القرار مش أنا يلي أخدوه منشين هيك فيه إشي عم تساجني ما نعرف شو هي تحديدا مية بالمية لازم أول شي نفي وما بعرف لي عم نلاقيها هالأيام أنه الأشخاص عم ينسوا هيدا الموضوع نعم أنه أنتو خلقانين حرين بأفكاركن بالقرارات اللي بتاخدوها فبدل ما تتأثروا بالإنفاريمنت اللي أنتو فيه أو تتأثروا بالموضة أو تتأثروا بالنسمينا نحنا هالويف القاطع الموجة أنه كل العالم عم تعمل شي بطريقة معينة لا وقفوا سألوا حالكم ليه ليه أنا عم أقرر هيك ليه عم أحس هيك تفوت بخصص الخاصة بالكاغنيتف بيهيوريال ثيرابي السيكولوجي سايكايترس بيستعملوها كتير وهي فهي أنه نحنا نفهم ليه عم نحس هيك ومن أي متجة كتير مهم نوقف ناخد بريك عن كل شي عم بأسر علينا بالإنفاريمنت طبعنا ونكون معحلا أنت نفهم نحنا شو عم نحس ولي عم نحس هيك نقدر أول شي نتو إكسبرس هالموضوع للبارتنر طبعنا وكمان نقدر نكون نحنا أصحاب الأرار المزبوط الصحيح هو سليم لألنا كأشخاص من ناحية شو هو المنح لألنا لأنه مش ضروري أنا أكون مثل غيري جون هل في إشارات بتبين أنه هل علاقة فيها شي منه صحيح أو هل علاقة منه مية بالمية أرارة صائب هل في بعض الإشارات يلي بتبين بالحياة اليومية كل الوقت سترس زعل خناء خناء مع عيد وصريخ أشخاص ما بيدروا يتواصلوا أو يتفاهموا مع بعض صارت موشنال ما برعب نستعمل منطق ما برعب نحكي بطريقة أكيد كل إنسان يتأثر مش عم نقول أنه رح نوصل لما ترح نحكي مع بعض دائما بروائز عصبنا بس في فرق من ما يكون في صاريخ وعيات وفي فرق من ما يكون في نوع من تفاهم من بعد ما نحنا نعصب نرؤ يصير في نوع من تفاهم وفهم مع بعض أنه أنا عم حس هيك أو حبيبتي أنا عم حس هيك وبدأ أعبر لك عن إحساسي أو أفكاري أو هالشغلة عم تزعجني هذا يأتي إلى كتير أساس نحكي عن أساس بس تبدلش بالأساس هي كيف بيأخذ القرار لأنه أنا اليوم حتى لو في فكرة عم بنجرف فيها وما نمأكد لازم أخذ قرار ممنوع يخلص النهار بدون ما أنا أكون أخذ قرار بينه وبين حالة بينه وبين حالة كيف بدي أمشي بأي خط بدي أمشي فيه حتى لو ما كان صحيح لأنه بالآخر رح نعرف الريزولتس رح يجع يفسوننا أنه لا ما كان الديسجن صحيح بعدين رح تبين يمكن من بعد ما نتزوج أو نرتبط على طول يعني بتصير الأصبعات أصعب أكيد أكسترين بس نحن اليوم تندير أي شغلة بحياتنا نجب أن تبلش بالأرار الصغير يعني إذا كل الأرار مناخده مناخده بأحسن طريقة الريزولت الجنرول اللي رح نعيشه بحياتنا وحتى بزواجنا رح يكون أحسن قد ما يمكن يعني ما في شيء اسمه بيرفكت فبس نشوف صور عالم عايشين حيات بيرفكت وكل شيء تمام مية بالمية ما في منا هيدا حيات تكون حلوة هيدا بس على سوش الميديا بفتكر وهاي هي المشكلة أنه الجنرول جديد بيشوف صورة عن الحياة منا مزبوطة بيبلشوا يحسوا بالدبرشن أنه ليه أنا ما عبد الرعيش مبسوط ليه ما عم بحس بالبسط الغير عم بحس فيه مع أنه أنا عم بعمل زيت الشي لأنه ما عم بياخده أرارات لحنو جون قبل ما نوصل كيف بدنا ناخد هالقرار لما يكون فيه انجراف بأي شي إن كان اجتماعي أو نفسي أو بالعواطف أو أي شي آخر أوقات البرتنر الشريك هو يلي بخلينا ننجرف معه ببعض الأحيان جون يعني بالمحبة بالاهتمام بأنه بيصير كل الوقت معك على مدار الساعة هيدا الشي ما بيعود بيخلي الشخص يقدير ياخد هال هالمسافة ويفكر مزبوط أكيد الأشخاص نقضي وقت معهم أيضا مزوجين أو حتى أصحابنا أو حتى العيلة تعرفوا أنتوا أو أيها الأهل بأسوه على الولاد طريقة مش طبيعي مش عم بيحكي عن الولاد الصغار عم بحكي عن الولاد هني بس جوزوا وولادهم بيقول يا ماما ليه جوزك عم يعمل معك هيك أو يا بابا أكسطرا أكسطرا هؤلاء كلهم بأسو لازم يكون في مثل ما كان يقول بويت العظيم أنه في دستنس بين الشخصين يكونوا مثل شجرتين بس مش بقلب الشيد طبعا كرمالة كل الشمس تأخذ شمس كرمالة يكون في شوية مسافة يقطع الهواء بيننا يكون لدينا المجال أنه نعاطلة يعني اليوم إذا أنا وياك مثلا بأسوال وكوبي بيست ومنعمل زيت الشي ومنفكر بزيت الطريقة وإنفكار لزيت الانفروم وعم نوعية حياة إلا نفسي على الخبرية لا 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 جون ما بقعنا كثير وقت خلينا نعطي نصايح للمشاهدين بأنه كيف نختار أو كيف على أي أسس نحن نبني أرار بإختيار الشركة المناسب أول شي بنصح كل العالم أنه شو عم تفكروا وفي إنجراف بأفكاركم باش وتتحس حالكم مش عارفين حالكم وين خدوا هل يفيد نأخذ بريك نبعد شو هذا ستاب ستاب أنه نأخذ بريك من كل شي حتى سوش ميديا تلفونات وكل شي بأثر علينا ونقضي شوية وقت مع حالنا كمال حقيقة نتسمع تهال مي تروق ويصير في ترانس يقدر الإنسان يشوف جوات حاله حيات ويحس ويفكر تالت شي أكترية الأوقات بس نوصل لحالة الإنجراف ونصير نشوف كل الحياة بطريقة نجاتف فلازم نفئ نحنا أنه لا نحنا أنه الله نعم علينا تنقول بطريقة كتير منيحة بحياتنا أو وفي كتير أصص بحياتنا خلينا نشوف كل شي حلو ننفهم أنه نحنا عنا كتير أصص ونكفل قدام من هناك صعب وكلكم رح تفهموا ما أصدف بهذا الموضوع ليس يعني بقلب عقلي يكون صعب بكتير أكيد يكون صعب بطريقة منيحة وصعب بطريقة كتير سلبية ليس يعني بقلب عقلي أنا بقبل أنه أقبل هالرياليتي إذا ما في غيرها فزيكلي وقتيا لأنه سأقدر حتى لو أخدت سنين في غيرها بقلب عقليتي وأنا صاحب قرار وصاحب قرار فكرة يعني الطريقة اللي أنا بتعامل أو بتفاعل مع الواقع اللي أنا في حتى لو واقع صعب أنا في أقرر كيف بدي شوف هالواقع خامس شي أقرروا من الأساس شو بتكن يعني ما حدا يمشي بالحياة من نهار لنهار ضايع عم يكون ريسابتف للإنفارومنت طبعه لأنه الهيومن بيين روحوا أقرروا انتو شو بتكن من هنا خدوا أو اختاروا واختاروا الأساس اللي بتكن يهى وإذا ما بتعرفوا خدوا لوقت تتقرروا حتى لو قرار منه مظبوط بيجع برقليج نتعلم ما بأسر يعني كله عم بيصبي بمحل واحد هو تفكير الشخص بينه وبين نفسه حتى يعرف شو متطالباته أنا بدي شخص يكون شاب حلو أو شخص يكون مرتاح ماديا أو يكون بس يحترمني أو يحبني كتير يعني هيدا الأرار هيدا الشخص ما فيه إخو إلا مع نفسه وبين يكون في سلام بينه وبين نفسه مع هالأرار نحنا ما نعمل نعمل شو هو الأرار الأرار لألكم أنتو بتعرفوا شو بتكن أحسن شي وإذا ما نكون مأكدين سألو حالكم إن شاء الله بيسألوا حالهم كل المشاهدين بهالويك أنه بيكون عندهم وقت كيف حتى يفكروا بنفسهم وبعلاقاتهم شكرا لألك جون كيروس خبير في السلوكية الإنسانية أهلا وسهلا فيك رح ناخد وقفة قصيرة من بعد ما نكون مع إيت سمارت